نهائي بطولة الوطنية شبال بداية عين تموشن عدد الملاكمين المشاركين في الدورة أو في البطولة بلغ 255 ملاكم عدد الرابطات المشاركة في الدورة 30 رابطات المنازلات جرات في ظروف جيد حسنا خاصة التحكيم والتنظيم جاركت أربع ملاكمين لحقت النصف النهائي ملاكمين سمفة 54 كيلو وسمفة 57 كيلو الحمد لله كان مستوى فوق الجيد الحمد لله يا ربي خدمنا ومتعبنا حصلت على المرتبة الأولى وطنيا بطل الجزائر ونهدي هذا الشكر لأائلتي وأصحابي وبالآخص الشيخ الحناشي وشيخ بشرير محمد وشيخ عبد القادر بن ناك والوزنة تعيس ثورة وستورة 50 كيلو وغرام وده حصلت على المرتبة الثالثة منافسة قوية قوية اشتركوا في القناة